لدور أمني فاعل يعيد الاستقرار والأمان الضروري للممارسة الحياة الطبيعية ثالثا تم التنصيق مع السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا رابعا اتفقت مع السيد النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد خامسا قررت تأسيس آلية آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المدايين القريب والبعيد سادسا أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصاب الثورة دون تأخير أو طباط أو تعقيدات إدارية باعتبارها حقوق وليست منحة أو هبة من الدولة سابعا كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور وتضم كافة الوزراء المعنيين بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ممثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعملها في أقرب وقت بإذن الله وأخيرا أحيي جماهير الثورة الملهمة والقائدة وأشكر كل من عبر عن ثقته في شخصي وأؤكد لهم أنني لن أدخل جهدا لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة وأعهدكم أن أبقى وفيا للثورة ووفيا للوطن وفقنا الله لخدمة البلاد وحفظ الله مصر وشعبها وحفظ ثورتها وأهدافها النبيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا الكلمة بناء على طلبات عديدة وصلتنا على صفحتنا في الفيسبوك تاني اللي بقعد وأكد الناس بتسأل أني صفحة عشان فيه صفحات كتيرة وهي عدد المنضمين لها دلوقتي 61,922 والباقي الصفحات بنقلون لها كل التقدير دي كانت الحاجات اللي أعلن عليها دكتور عسام شرف ولكن المشهد ما يتقرش كده يتقر من البداية وعشان نقرأه من البداية ونفهمه استعنا بمن يستطيع أعنتنا بجد وبنزعم ده ببدأ بليمين المفكر الجريء والرجل اللي منحترم كلنا الأستاذ جمال أسعد النائب السابق مجلس الشعب أهلا وسهلا بك يا أستاذ جمال والدكتور عمار علي حسن الكاتب الصحفي والباحث السياسي المعروف دكتور عمار أهلا وسهلا بك دكتور عمار كنت قلت حضرتك أن الثورة أسقطت مبارك أنا الكلمة دي خدتها من مقالة حضرتك بالليل لكنها لم تحقق أهدفها الناس دي نزلت عشان الثورة محققتش أهدفها ولا عشان إيه طبعا لأن بعد خمسة أشهر من قيام الثورة أي وجدنا أن كل ما فعلته الثورة أنها جنبت مبارك بعيدا عن السلطة وجنبت أركان النظام الرئيسيين أيضا بعيدا عن السلطة لكن نظام مبارك لا زال باقية أنت بتقول جنبت جنبت بتعني الكلمة يعني جنبت بس يعني بس ركنوهم يعني آه ركنوهم بس طبعا يعني وفي حد بعتلي من شوية رسالة بيقول لي هي الثورة قامت عشان مبارك يقعد في منتج عشان مشيخ يعني 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 أنت عارف ده أشبه بتغيير في مباراة لكرة القادمة المباراة لا تزال جارية سفيه لاعب تم الكابتن بتاع الفريق تم يعني تغييره لكن نفس الفريق يؤدي بنفس الطريقة ونفس الخطة ونفس المنهج ولتحقيق نفس الأهداف يعني ولا بالنسبة للدولة هذا مطلوب استقرار بالنسبة لأجهزة الحكم أن تستقر في مواقعها وتتعبت في هذه المواقع وأن تستمر أيضا في هذه المواقع غير مقبول أن التعريف العلم البسيط للثورة أنها تغيير جزري فإذا لم يحدث تغيير جزري في المجتمع يبقى ما فيه الثورة التغيير دا لن يحدث بين عشيات وضحاها بس الجماهير تطمئن لأن القرارات والإجراءات والممارسات ومجموعة القوانين والأشخاص القيمين على القرار دولة مجموعهم كده يؤدي أن أنا أضمن في وجودهم في وجود كل هذه المنظومة أن بعد سنة بعد اثنين يبقى فيه تغيير لكن الحكومة الموجودة ليست حكومة ثورة دي حكومة الثورة المضادة الدكتور عسام شرف بيقوله جمن التحرير الدكتور عسام شرف دا كان عضو في أمان السياسات بتاع جمال مبارك ولكن التحرير اختار ما ليش أقولك دي خصص تانية تحرير اختار ناس تانية المجلس عسكري رفضهم المجلس عسكري ايه؟ رفضهم رفضهم طبعا اختار مين قبل عسام شرف؟ كان فيه حازم الببلاوي وفي غيره دي معلومات أنا أعرف كيف جاي للسلطة عسام شرف اللي عينه وزير نقل كان جمال مبارك لما شافه في نادي الشمس وأنا من الذين كانوا يرفضون أن عسام شرف يتولى رأسل المزارة كنت بألهم هذا الرجل رجل طيب ورجل نازيه ورجل شريف لكن ممكن يبقى وزير نقل ليه؟ انت مبارك أسند الحكم للمجلس العسكري بلا أي احترام للدستور الذي كان لازل موجودا الدستور بيقول أن الحكم ينتقل رئيس مجلس الشعب ما كانش فيه مجلس الشعبي ورئيس محكام الدستورية يبقى أنت عايز المدني الذي يعبر عن الثورة يكون رجلا قويا قادرا على أن يلبي مطالب الثورة ودي ثورة مدنية سلمية شكل واضح وصريح طعصام شرف ليس رجل مرحلة ممكن يبقى رئيس وزراء بعدين ممكن يبقى وزير نقل الآن لكن رئيس وزراء أنت عايز تبقى رئيس وزراء شرف وأنا قلت كتير الكلام ده إذا كان عصام شرف من التحرير جوازا بين قوسين فالوزارة من ميدان مصطفى محمود كلها مش ممكن هو حتى لما حبيح صحح مصاره فيما بعد نتيجة النقد والضغو طلب تغيير سبعة وزراء أياد مرتعشة أو أياد متواطئة لا تريد أن تعمل لصالح الثورة لأن أغلب هذا الفريق الوزاري يرى أن الثورة جاءت في غير مصلحته فيرفض المجلس العسكري مطلب رئيس الوزراء يعني كيف يمكن أن يقال فيما بعد أن الإدارة أو السلطة الموجودة تعمل لصالح الثورة فالناس نزلت لما شعرت بهذه الأجواء الناس مش غاوية مظاهرات ولا غاوية احتجاجات لكن أغلب المصريين رأوا أن الثورة تنحرف عن نصارها وأن كل ما يتم الآن هو مجرد إدخال بعض الإصلاحات البسيطة على نظام مبارك ليس أكثر ولا أخل أستاذ جمال الإمبارح شباب الثورة حدوا عنوان في بيانهم الرئيسي اللي صدر من أكثر من اقتلاف إن لم تغير فإنك ستتغير دي لخص كل طلبتهم ولا شفت توجههم لمدان التحريد السي والله هنا يعني عايز أكد على كلام صديق الدكتور عمار بس يعني عايزين يعني نمنهج الأمور لإن ثورة لا نقاش عمل ثورة وفعل ثوري مطلوب أي ولكن برضو مطلوب يعني المنهج العلمي الذي يتوازى مع هذا جميل يعني إحنا بنسأل سؤال هل هناك آلية سياسية تنظيم سياسي رؤية سياسية متفق عليها بالثورة حتى يمكن أن نطالب بكل مبادئ الصورة الصورة للأسف الشديد برضو لابد أن يكون فيه نقد ذاتي إحنا بعد إسقاط مبارك تصورنا أن الصورة انتصرت وأخذنا فترة بجاء نهلل ونحتفل بانتصار الصورة فتحولت الصورة إلى مطالب إصلاحية أي يعني بعد الجيش ما زي ما قال الدكتور عمار حص مبارك بشكل غير دستوري أسند الأمور إلى القوات المسلحة فبدأت إحنا قلنا أن القوات المسلحة هي المنوب بها تنفيذ مصاري الصبر ولكن الذي حدث هو نفس خطة الطريق الذي حدثها مبارك لم تتغير فتحولت إلى عملية إصلاحية وبالتالي تحول السوار والشعب إلى أن يطالب بمطالب أصبحت إصلاحية وليست في الإطار أو في المناخ أو في روح الصورة دي خلفية لابد أن ندركها جيدة أيضا وبرضو عشان يبقى فيه نقد ذاتي وكنا متكلم جبل أن ندخل مع الدكتور عمار أن النغبة أخطأت كثيرا يعني عندما نضيع الوقت الخطير في هذه المرحلة الخطيرة بين استقطابات ما كان ينبغي أن تكون كان هذا على حساب الصور استقطابات من نعد الصور من نعد الصور ولا قانون دولة مدنية طب هوا مين العمل الاستقطاب يا أساس جمال يعني مين العمل الاستقطاب لو القائلون على الأمر مشوا صح النغبة والقوة السياسية استعجلت جانيا السمار قبل نزوج الأمصور لا طبعا لأنه كان يمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك صورة ويقاليها قواعد ترسي على أرض الواقع السياسي وهناك نتائج الجماهير تحس بها وهذا حق الجماهير ثم بعد ذلك أسيد الفصائل السياسية تختلف ولكن الأسف الشديد احنا استقطبنا واختلفنا قبل أن تبدأ الصورة التي هي أداة ثورية عن طريق النغبة والشعب مش عن طريق الجيش ولا عن طريق الوزارة عشان برضو نجي من الآخر الجيش فرض عليه الموضوع ولا يوجد رؤية يعني ما يجوا الجيش يقول لك أنا بديري البلاد يعني بديري البلاد أنت بتحكم ألا بتدير هناك فارغ بين الحكم وبين الإضارة يعني كان مفروض أن تحكم البلاد حتى يكون هناك جهة مسؤولة للحكم حتى نطالب هذه الجهة بالقرار في التوقيت المناسب إنما لاحنا عارفين القرار في الجيش ولا القرار في الوزارة يعني زي ما كان للدكتور يعني عندما يكون حتى لو كان القرار للجيش إنما أين القرار يعني حتى برضو ما زلنا زي برضو مبارك إنه يجي يتكلم بعد فوق الأوان الآن حتى حتى لما بين رئيس الوزارة النهار ما قيمته يعني يعني بنفس الأداء البطيء جدا الذي كان ما قبل إسقاط مبارك وبالتالي أنا بتصور أن المتظاهرة مبارك والاعتصام جاءت في التوقيت الملائم والمناسب والخطير لأن كان الصمت واستمرارية عدم التظاهر في الظروف اللي احنا فيها التي جعلت الجماهير تفقد أو على اقتراب أن تفقد السقة في أن هناك صور عشان تتكلم بوضوح جديد يعني ماذا تم في المجتمع ماذا يحدث وماذا يشعر بماذا يشعر المواطن العادي بعد هذه الصور نحن نريد أن يكون هناك تغيير حقيقة دعم يحدث فلابد كان من هذا الاعتصام حتى يكون هناك ردود أفعال للأسف الشديد حتى ردود الأفعال التي تمت هذه الليلة من بيان رئيس الوزراء لم تكن على المصول مطلوب لهذه المظاهرة أو لهذا الاعتصام أو لتكريس فكرة الصورة وأن يكون هناك الصورة تبدأ على أرض الواقع وسام عمار بيقول لك كده بيقول لك المرحلة دي مش عاوزة التكليف والرجاء والطلبات المرحلة دي عاوزة قرارات ثورية سريعة وتنفيذ ثوري عشان البلد تعد الأزمة أي عايزة أقول حاجة باجة هنا أنا بقول الجيش حتى هذه اللحظة والمزارة حتى هذه اللحظة لا ليصلحان أداه للفعل الثوري الحقيقي الثورة جماهير والثورة تغيير جزري لكل منح الحياة إذا لم يكن هناك من الشعب قوة قوة منظمة مؤتلفة تكون هي أداة ثورية لفرض التغيير الحقيقي هنظل إلى مدى في هذه الحالة والأداة الثورية دي إيه أصدق الأداة الثورية طبعا أن يكون هناك تجمع من القوى السياسية ومن الشباب بس نتمنى أن ننتفق على هذا بقى عشان يوم جبر نتكلم بوضوع وصراحة شديدة أي أن يكون هؤلاء المعبرين عن الثور وعن الجماهير في مواجهة صاحب القرار إذا لم يكن هذا يعني مثلا بسأسأل سواء لما يجيو وزير الرئيس الوزربي بقول له وأن يكون هناك نوع من الحوار معه مش عارف يعني الكلام العام طبعا من ساعة الصور ونحن بنتحاو ده عامل هو رئيس الوزراء الفاضل مكتب سماه مكتب الشباب في مجلس الوزراء طب يعني هل مكتب الشباب في مجلس الوزراء ألم يكن هناك وقتا للحوار أو هناك معرفة من الأجهزة بمطالب الجماهير ومطالب الصورة يعني لما أخذ فيه أسئلة يعني نغجل عندما نسألها يعني جميل دكتور عمار أستاذ جمال أكد على موضوع أن النخبة استغطبت ولكن حابب أكد على معلوم النخبة في البداية قبل حتى يعني أنا أسف للرجوع الموضوع نقعد نرجع لورا النخبة من البداية كانت مجتمعة على أن أن الدستور أن العناية الدستوري ده والليستفتة ده شيء من السليم لدرجة أن في بعض النخبة نشرت إعلانات بإسمها تقول لا أو لا أو لا أو مع ذلك لم يستمع أحد بعد ذلك جاء التشرذم توضح لنا أكتر شوف أقول لك حاجة هو طبعا الاتفاق أثناء الموجة الأولى للثورة من 25 يناير إلى 11 فبراير كان على إعلان دستوري ثم دستور جديد بين الكل بما في ذلك الإخوان المسلمين أي والاتفاق ده كان في داخل أرويق الجمعية الوطنية للتغيير اللي ودانها على السكة دي مين اللي عمل الاستقطاب ده إيه من المجلس العسكري صار خلف كتالوجه مبارك إحنا بنضار بطريق خط الطريق مبارك خط الطريق مبارك اللي طرح في خطابه التاني لما قال تعديل المادة 76 و77 و88 وإلغاء المادة 189 لما عملوا لجنة كان فيها الدكتور إيحا الجمل والدكتور أحمد كاميرا أبو المادة غير اللجنة طبعا المستشار صارق البتري قالت لهم لا ثلاث مواد غير كافية إحنا نلغي المادة الرابعة ونوسع قالوا لهم خلاص ووسعوا زي ما أنتم عايزين والكلام ده قالوا طلع قالوا حص مبارك برض قالوا عمر سليمان لا وحص مبارك وأي مواد وأي مواد أخر في خطابه فجي نحنا طب ليه هو عمل كده إنت بتقول أن المجلس عسكري مشي تابع العام ليه ليه لم يمشيش تابع خطة اللي بيطالب بها كل القوة كويس عو مبارك كان عايز يقدم إصلاحات على نظامه ويبقى في السلطة نحن نعدل المواد دي فالناس تقبل وتترك ميدان التحرير يفضل هو في الحكم الآخر مدة وبعدين يقدم بعض التنازلات وبعض الإصلاحات سواء الخاصة بالعدلة الاجتماعية أو بالإصلاحات السيسية سقط مبارك حين أصر الشعب على رحيله لكن المجلس العسكري بقي لينفذ خريط الطريق المبارك يعني أنا لما رحت قلت لا للدستور التعديلات الدستورية ما قلتش لا لمضمون التعديلات بالعجل مضمون التعديلات مهم وراقي جدا وإذا قرنا بالماضي هو ثورة في حد ذاته لكن أنا قلت لا نخدأ خريط الطريق مبارك أنه دي خريط الطريق مبارك يبقى اللي خلانا استقطبنا حوالي النزاع الانتخابات أولا والدستور أولا هو الذي قصد أن يطبق خريط الطريق مبارك كل مجلس العسكري دخلنا نحن على خريط الطريق مبارك انقسمت القوى السياسية أنا كتبت مقال وقلت أن الانقسام السياسي واغتيال الثورة زي ما قاله استاذ جمال أن الانقسام السياسي خنجر مسموم يطعن الثورة يوم الأحد الماضي عملت مبادرة مركز الحاسب والدستورة الشقة الأوسط تسمع الثورة أولا وجمعت اتصلت بمختلف رموز القوى السياسية من في ذلك لقوان المسلمين واليسار والليبراليين وكل القوى السياسية وجينا عملنا مؤتمر قصير حوالين فكرة الثورة أولا على مبادئ عشرة عشان نرجع القوى السياسية نحن نكمل الثورة قبل أن نتنازع على مقاعد البرلمان أو الرئاسة أو أشياء من هذا القبيل يعني نكمل الثورة ولا نستعجل في ذلك الاستقطاب ده يبدو أنه مقصود وأنا أخشى نحن نرجع ثاني إلى هذا الانقسام الذي كان موجودا قبل جمعة أمس جمعة أمس ودي ألعيب في ناس بتلعب أدوار لصالح الثورة المضادة وليس لصالح الثورة أجي أنا لما أسمع الدكتور عصام شرف وبيتكلم يقول تابعت بكل حرص واهتمام وبعدين يقول كافة الفعاليات الثورية في شتى ميادين ومحافظات مصر وبعدين يقول وكافة ميادين مصر ويقول وقرأت كافة البيانات والمطالب والشعرات التي تسرقها الشعب ورفعها الثورة وتلقيت تكلفات شعب مصر البطل لأن أحد المطالب الرئيسية إذا كان بيتكلم عن كافة البيانات والمطالب أحد المطالب الرئيسية اللي هو أغفالها عن عمد والتي رفعت في ميدان التحرير وكانت المطلب الأول واللي سمعناه من الجميع بغض النظر عن تماؤهم السياسي ولا الطبقي ولا الجهوي والعمري ولا النوعي البارح هو تطهير الحكومة من كل الوزراء التابعي للنظام الباقت والبعض طالب بإقالة عصام شرف نفسه باعتباره كان عضواً في أمانة السياسات وليس رئيس وزراء الثورة البعض تحدث أيضاً عن حتى إن بقي عصام شرف في أسامي وزراء بعينهم معادة اتنين موجودين واحد والدول خارجية والتاني لسه موجود اللي هو جودة عبدالخالق دكتور جودة عبدالخالق المحزب التجمع وراجب طول عمره كان مناضل وضد منظام مبارك بقيت الوزارة لا علاقة لها بالثورة من بعيد أو قريب وبالتالي بقاء هذه الوزارة في الحكم خطأ يعني هو كان مفروض إنه يطلع دلوقتي يقول باستقيل يطلع يقول باستقيل يطلع يقول بطحر الوزارة من أدباع النظام السابق يطلع يقدم استقالته أنا عرف إنه أقدم استقالته كذا مرة ولم تقبل وهو غير قادر على أن يتخذ قرارا شباعا ويقعد انستقالته غير قادر بدوا يا رئيس وزراء الثورة لما يقول في مطالبه برضو من الحاجات اللي ما تكلمش فيها المحافظين كل المحافظين اللي تم تعينهم معينهم من مجلس العسكري هو بيختم بس بيمضي كلهم بلا استثناء بنفس الطريقة القديمة التي كانت تباعها النظام مبارك من البوابة البيروقراطية الأمنية ما جابش سيرت القصة دي أيضا ده مش المحافظين يا دكتور ده كل الأجهزة على هذا القياس الضبط مش المحافظين بس باجا برضو من المطالب يا أستاذ معتز الغاء قانوني تجريم التظاهر والاعتصام وأحالة المدنية المحاكمة العسكرية ما تكلمش عنه الألاف تحولوا المحاكمة العسكرية وخذوا أحكام في ثواني مقابل أن رموز النظام بعد القضايا تلك وبيطلعهم براءة وبيدوا بعض رجال الدين المزيفين فرص أنه يخلوا مشهادوا زور وياخدوا دي كل الشهادات دي وثقتها مبارك يا جماعة وفي اسكندرية وستطيع التضاع في الغد بمشية الله بأسام الشيوخ المدعين زي ما بيقول دكتور عمار اللي توجهوا الأهالي بالاسم في اسكندرية عشان يسوموهم وبيقولوا لهم الحمد لله الحمد لله لسه مصر فيها دين وجدنا رجال دين آخرين بقراءة أخرى واجهوهم بالنص وبالفتوى نمرأ من ضمن المطالب أيضا العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية زي ما حصل في توليس آه أنا دلوقتي لما أقعد جردة حساب لما حدث من 11 فبرار حتى الآن إيه المكسب لتحققت؟ مكسبين أساسية مكسب حل الحزب الوطني ومكسب حل المجالس المحلية الشعبية المزورة المكسبين دولا ميلا حققهم المجلس العسكري لا عملهم القضاء المصري الله عليك أنا عايز بقاء المجلس العسكري اللي بتحدث عن شراكة في الثورة وبيقول اللي هو حمى الثورة حماية الثورة دي كلامه خلاص ولا حماية الثورة حد إحنا جماهير مصر حمت المجلس العسكري من جمال مبارك لأن الجيش المصري كان رفض التوريس كان عاجز عن وقفه إحنا اللي نزلنا وقفنا التوريس أقل حاجة إذا كان عليهم ضغوط من الخارج من أمريكان ولا من السعودية ولا من إسرائيل يقولوا لنا إحنا نقدر شعب مصر نحمل بلب ونوقف الضغوط دي لكن ما فيش مبرر إن إحنا نمشي على الطريقة العديمة اللي ماشي بيها مبارك عشان نجهد الثورة ونخون ديمان الشهداء أنا هتوقف عند النقطة دي وأتوجل وسأله وأعود بيه بردو حضائك أشوف رأيكم انتين أستاذ جمالي بيقول نقطة مهمة جدا في غاية الخطورة دكتور عمار علي حسن وهو أن الجيش المصري أنا بلتقت منه كان رفضا للتوريث ولكنه لم يكن قادرا على أخذ المبادرة وأن الشعب المصري حامى الجيش المصري من جمال مبارك طب ليه جمال مبارك ومبارك لم يزيحه المشير حسين تنطوي لما هو كان رفض التوريث أولا طبعا يعني لا نستطيع أن نجزم بأن هناك خطة معينة كانت مرصودة لرفض التوريث إنما كان هناك بعض الأخبار المتناترة أن القوات المسلحة لا تقبل رئيس مدني وبالتالي جمال مبارك مدني فكان هناك رفض ما إنما هل هناك آلية لهذا الرفض طبعا لا أحد يستطيع أن يتخفي هذا إنما الرؤية اللي بتكلم عنها دكتور عمار أي باعتبار أن رؤية وشة نظر العسكر في رفض الرئيس المدني فبالتالي عندما تمت الصورة وأوزيح النظام بما فيها التوريث فالتقى مع هذه الرؤية زكاية موجودة وحقق لهم هذا الهدف الذي لم يفعله تجاه أي موقف لتحقيقه هنا بقى يعني أنا برضو عايز أقول حاجة أرجوك أنا برضو مش يعني مع تقدير الكل ما يحدث أقول أن الوضع الحالي سواء من القوات المسلحة مجلس العالم أو الوزارة وهذا البيان المؤسف المؤسف جدا يعني لا ينبق بأن هناك تغييره وده بي مصر خطورة حقيقية حضرتك شوف ما تعرفش الورق اللي لسه ده ده خلالي دلوقتي وجاية في إيدي وبتؤكد عليها من غير ما تقرأ في بيان عاجل المعتصم والتحرير يرفضون بيان شرف ومؤكدين أن البيان لا يحقق مطالب الثورة ورددوا شعارات مسرحية مسرحية العصابة هي هي معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام بس أسمح ضيوف الكرام ومدخلة سريعة جدا أنا آسف في المؤاطعة عشان نعرف مدان التحرير بيجرى فيه إيه أستاذ محمود بدر الصحفي بجريد التحرير أستاذ محمود أهلا بيك تحياته تحياته أستاذ جمال أسعد ودكتور عمار علي حسن لحضرتك تحياته ضيوف الكرام ودكتور عمار قولي بالله عليك اللي أنا قلته ده فحوى رسالة شباب التحرير ولا فيه المتصمون الآن يتعملون مع خطاب الدكتور عصام شرف كما يتعملوا في الثابت مع خطاب أنا لا أنتوي الترشح الذي قاله مبارك الآن نسمع نفس الهتفات إرحل هذا إرحل لا يا عصام يا عصام إرحل إرحل لازم الآن مجموعة من الهتفات التي ترفض تماما الخطاب الدكتور عصام شرف يعني أنا تحدثت مع بعض المتصمين يقولون أن الدكتور عصام شرف لا يخجل بعد ستة أشهر من الثورة أن يخرج الآن ليقول أنني وقف الدبات المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل هو لم يخجل من ذلك يعني بعد ستة أشهر من الثورة ما زالوا في العمل لم يتحدث الدكتور عصام شرف عن مصير هؤلاء الدبات القترة الذين أخذوا براءات يعني هم حصلوا على البراءات ما زبعت البراءات لم يتحدث بأي شيء عن المحاكمات سوى كلمة بسيطة جداً لأنني تحدثت مع رئيس محكمة السيناف القاهرة لتحديد مواقع خاص هل كنا ننتظر ستة أشهر حتى نحدث لهم محاكم خاصة الوضع الآن في الميدان مشتعل شعر عبد الرحمن يستحدث قبل قليل وطلب من كل المواطنين أن ينزلوا إلى التحريط الشباب الآن يطلبون من كل المتظاهرين من كل المواطنين المصريين أن يعودوا إلى الميدان من أنهى امتحاناتي عليه أن ينزلوا إلى الميدان الأعداد تستزايد والناس تدخل إلى الميدان أعتقد أن الدكتور عصام شرف يعني المجلس العسكري وضعوا فيه مأزة كبيرة لأن المجلس العسكري ثمت وطرق الرجل في مواجهة جهدين وهو لم يقل ما كان ينتظر الجماهير أن يقوله أنه يستقيل لأنه لا يستطيع التعامل معه أستاذ محمود لو حضرك بس تفضل معي لو فيتعالية أستاذ جمال قبل ما يسيبنا على التليفون لا لا طبعا كل الكلام يجب لك محمود طبعا يعني بنتفق علي لأنه البيان لا يشفي غليل أي حد كم عدد الناس المستمرة في التحرير أستاذ محمود يعني أنا أعتقد أن العدد لا يقل بأي حل من الأحوال عن الخمسين ألف خمسين ألف دلوقتي مدان التحرير ده رقم حقيقي أعتقد أن العدد يقل بأي حل من الأحوال عن هذا الرقم يعني منصة اكتلاف شباب الثورة عليها آلاف عشوز من الجماهيات أستاذ محمود بدر الصحفي بجريدة التحرير بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة على مدان التحرير طيب الأولا لا مغزي يا دكتور ده تفضل الأولا البيان بصراحة يعني يعني حاجة كده تخلي حالة من حالات مش اليأس يعني مش ممكن يعني 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 لابد أن يكون هناك فوران بجأة مش صورة يعني مثلا لو خدنا هذه البنون نظرية لا علاقة لها بالتطبيق على الأرض الواقع أي أنا أعلق لك ألا بندو كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئيساتي تتوالي بحث المطال متعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية خلي بالك تحقيق العدالة الاجتماعية ده شعار ضخم جدا كلمة العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة لموضوعات بجأ فصل العدالة الاجتماعية فيه ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف وهو لن يفعل هو وزراءه أنهم سيجلسون ويتنقشون ويضعون خطط لحل هذه المشاكل انت عارف عن المستوى العملي حل هذه المشاكل تعني ايه تعني الموازنة عامة للدولة بكاملها يعني انت معناها الموازنة اللي اعتمدت من شوية يعني دلوقت الموازنة اللي لسه معتمدة اللي اعتمدت واللي فيها عجز عجز كل 139 مليار وعلى فكر ال139 دي لا يعني اكبر كده ولكن فلنسلم 139 مليار مع عدم الاقتراض ونحن موافقين على هذا المبدأ انما لم يأتي باي مصدر ارادات حقيقية يسد به هذا العجز في اللحظة دي اللي اعرفين هذه الالقام بيتكلم انه يحل مشكلة البطالة والاجور والصحة والسكن يعني معناها اني انا بكرة لقى سكن ولقى مستشفى تعالج فيها والاسعار هتتتتا يعني عايزة آبو الحاجة الاسعار ما هي الالية والخطة التي يملكها عصنا شرف وحكومته لغتضل الاسعار ده كلام على فكر عيب كده عيب علميا واقتصاديا وسياسيا يعني الناس يعني خلاص مش فهموا ولا ايه ده خصوصا انهنا دخليني على موسم الاسعار فيه هاززين في حاجة الحكومة بالالية الحالية سواء السابقة او الحالية وهم نفس الألية الاقتصادية على فكرة لا تملك عمليا التدخل في الأسعار لا بالخفض ولا بالارتفاع الكلام يعني محترام يعني وعندما أقول حاجة كمان أنت لم تكن يتكلم عن علاج وعلى الصحة والسكن والتعليم أنت مش فيه دلوقت مبالغ رصدة في الموازنة العامة هل هذه المبالغ تكفي لحل المشاكل أم لا كلامه ده يعني أن هذه المبالغ لا تكفي لحل المشاكل أو لترجمة مطالب الجماهير طيب كيف يتتم ترجمة مطالب الجماهير وحل هذه المشاكل بنفس الاعتمادات اللي اعتمدت اللي أنت مش مقتنع به ومن أين ستأتي باعتمادات جديدة لكي تحل هذه المشاكل إذا كلام عام وكلام مقرر وكلام لا ينتمي إلى أي منهج علم أو سياسي أو اقتصادي مثلا بضبك مثلا ممضوعها بس بعيتلي على مسؤوليته وياريت فريد العداد يتأكد منها يقول مؤتز أقسم بالله منذ قليل ظهر اللواء منصور العسو في مداخلة في أحد القنوات وقال إن ما قالوا عصام شرف حول جهاز الشرطة وحول فصل الضباط وكل من تورد في قتل الثوار غير دستوري والله العظيم ده حصل ما علينا من القصة دي الموضوع؟ لا مش ما علينا ده لو كان حصل يعني ما علينا ما أنا سألت يعني ما أغزم احترامي يعني إذا كان لسه أنا كتب تسأل أنا والدكتور عمار بنقول لك لا هو من ناحية الدستورية والقانونية وزير الداخلية يغضع للوزارة ورئيس الوزراء يعني إذن هناك جزر منعزلة رئيس الوزر يقول كلام في بياء الرسمي في مواجهة هذا الاعتصام الخطير ويجي وزير الداخلية إذا كحدث هذا يعني ويتكلم بهذا الكلام معناه أن وزير الداخلية ده من شبع الوزارة وأن الداخلية من شبع الدولة وأننا لا نستطيع لا يستطيع أحد بما فيه رئيس الوزراء أن يغضع الداخلية للسياسة بتاعت الوزارة أو حتى أنا أسف المؤطعة أنا أسف المؤطعة أستاذ جمال ودكتور عمار ليلة مباراة الأهلي والزمالك الداخلية ظهرت بالليل قالت لكل الأفراد بياء الرسمي احموا منشآتكم الداخلية ليست موجودة في الشوارع والصبح أعلى لأنه مش مسؤول على المباراة والناس كلها تلغت المباراة من كل الدنيا ورجع المجلس العسكري أقر المباراة وكأنه نحن بيقول مع الدكتور أن حتى يوم الثلاث الذي يحدث فيه وقيل أن وزير الداخلية أصدر تعليمات بعدم الالتحام بالجماهير أنا بقوله الدكتور عمار أنا مقتنع أن وزير الداخلية أصدر هذا القرار ولكن لا قيمة لهذا القرار ولا أحد يلتزم بأي قرار والآن البهي التصرفات عشوائية بما يمثل تأيديت حقيقية للوطن هنا بقى المخرج إيه ده عشان بس يبقى الزرحة ستوصيف اللي إحنا عملين نوصف بقى كفاية توصيف أنا عايزين بقى الناس تسمع إيه الإيه اللي ممكن يتعامل كيف أنا أتحرك يعني يعني أنا بتصور مع تقديري الكامل للثورة والثوار وكل الجماهير وطبعا الدكتور أحد القيادات المباشرة الشبابية في هذه الثورة من خلال التنظيمات إذا لم تصل الثورة من خلال ثقافة ثورية إلى المواطن المصري من إسكندرية الأسوان لا يوجد ظهير للثورة في مواجهات هؤلاء إنما نكتفي آه تحرير شيء عظيم جدا والمظاهرات لا نقاش والاعتصامات عند اللزوم ولكن إذا اكتفينا فقط بهذا لن نصل إلى ما نريد لا بد أن يكون هناك جماهير حقيقية وأداة الثورة الجماهير مش التنظيمات فقط الجماهير تعي ما هي الثورة وتصل الثورة إليها يا جماعة الثورة مصدتش للناس يعني في الصعيد إحنا مثلا إيه اللي تغير ولا حاجة بنسبع عن الثورة الناس بتسبع عن الثورة إنما إحنا نريد الناس تحس بالثورة وتشارك بالثورة الثورة لم تبدأ بعد حتى تبدأ الثورة ونصل إلى ما نريد لابد أن يشارك المواطن المصري في كل مكان مش بإنه يحس بالثورة فقط ولكن يكون له دور في الصور جميل دكتور عمار مقدر تعب صوتك واضح من المشاركة وفاهم اختلاف التون ولكن اللي مش فاهمه بقى اختلاف التون بتاع دكتور عسام شرف دكتور عسام شرف بعينها في رسائل سابقة وفي تحجة سابق الرجل مقبل لهجته قوية الأداء المرة دي أداء مختلف يعني أنا حابب الأداء مختلف تماما واضح تحليل مبدئي خوف قلق أداء مرتبك وأداء باهت وفي نفس الوقت هذه الرسالة أو هذا الخطاب كتب على عجل إن فيه حتى أخطاء نحوية وأخطاء إمدائية يعني هو هو بيقرأ واضح إن فيه مش ممكن وبعدين فيه ركاكة في الصيغة وما فيش تماسك وده معناه إن ده كلمتين تكتبوا بسرعة وهو خرج قراءهم ولا أدري إذا كان دكتور عصام شرف لديه مستشارين حقيقيين يرضون عن مثل هذا الخطاب المتحافت الذي لا يلب الحد الأدنى من مطالب السورة ولا يشفي الغليل بالعكس هي نفس طريقة استجابة مبارك لمصالب الجدد يعني إيه تنسيق يا دكتور عمار سامحني مع السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة السئناف القاهرة بأن يفرغ الدوائر بأنه يتم التنسيق لقم 3 أنا مؤمن بداية أنا أقصد ليه التنسيق لم يسبق الخطاب لماذا بس يا أستاذ معتز جدا سانيا بيقولك أصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار ده كلام ترجيحي مش أصدرت تعليمات كلام ترجيح مهمة جدا يعني القرار يزور وزير الداخلية مش أريد زلوز آه آه يعني واسي نقولك زي ما أنا أقولك يعني أنا بوضح لحضرتك أن القرار ده ضروري وبترك ليك حرية الاختيار أصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار مش بإصدار قرار بإنهاء يعني ده كلام ملزم بقوله ضرورة فكلمة ضرورة دي كلمة تقديرية أو حكم قيمي يختلف قد لا يرى وزير الداخلية أن هناك ضرورة يعني ممكن يكون فعلا رد وزير الداخلية من هذا الموضوع بالله عليكم عايز بسرعة وسريعا جدا رد منصور العسوي وزير الداخلية هل فعلا أعلن دلوقتي شوفولي هل فعلا أعلن أنه هو أي اتصال الكلام ده غير دستوري الحالة التانية شوفي التناقض هو في أولا بيقولك اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يولب مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المحاول وذلك في أقرب وقت ممكن يعني نفس طريقة مبارك وأقرب وقت ممكن الحاجة السابعة اللي يفسر فيها الأستاذ جمال أنه يحل مشاكل الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوزف والمعاشات والأجور ده غير أن دي عايزة ميزانية تبقى في بنود ميزانية كاملة والميزانية خلصت وقدمها سامير ردوان أنت دكتور عصام قاعد كم سنة معانا إن شاء الله عشان تساعدك تعمل الخطة دي أنت حكومة مؤقتة بتذير البلاد لحين إجراء انتخابات عشان يجيب حكومة تمثل الثورة بشكل حقيقي وأنا من هذا المنطلق دلوقتي إحنا واضح أننا مش نكمل الثورة غير من خلال الاختيار السليم في الانتخابات المقبلة ومش نكمل الثورة غير لما نحسن الاختيار نختار الناس المنتمية انتماءا حقيقيا بهذه الثورة لا الناس اللي عايزة تتاجر بالثورة أو تخطف الثورة أو تسرق الوطن أو التي تبحث عن مصالحها الذاتية المباشرة إذا لم يستاجب المجلس على القوات المسلحة لمطالب الثورة بإخالة هذه الحكومة وتعيين حكومة تنتمي للثورة هذه الحكومة هي التي ستشرف على الانتخابات وإحنا لدينا حجة في هذا الموضوع أن المجلس العسكري لما كون حكومة عصام شرف قال أن هذه الحكومة لن تشرف على الانتخابات المقبلة حلوة أو إذا كان الانتخابات المقبلة حسب خريطة الطريق الموضوع تبقى في تسعة في سبتمبر الجاي خلاص يعني حكومة آخرها الرمضان متشكرين لكن الانتخابات ليست تتم في تسعة بغض النظر يعني تتم في نوفمبر يعني معها لنوفمبر أقصى حالك الحكومة التي تجهز الانتخابات تبقى حكومة تختارها الثورة تبقى حكومة تعبر عن الثورة لكن إصرار المجلس على قوات المسلحة على بقاء حكومة تبع على الحزب الوطني يبقى هو كأنه بيدي إحاء أنه يريده لمرشح الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة أن يسيطروا على البرلمان ويعملوا لخدمة المجلس على قوات المسلحة وده لأحصل عملية وده ده لأحصل عملية ده معناه أنه كل هذه الإجراءات لصالح الثورة المضادة وليس لصالح الثورة إحنا يا أستاذ معتز في الميدان كنا بنقول شعار واحد الجيش والشعب كنا نقدم الجيش على الشعب مع أن الجيش بنص الدستور ملك الشعب والقوام الرئيسي للجيش واحنا مجندين العبد لله اللي قدام حضرتك ده أنا لسه على قوة القوات المسلحة هتازي البعض ممكن يتم استدعائي في أي وقت إحنا للمسل قوام الجيش وقلنا بعد تنحي مبارك بالجيش والشعب هنكمل المشوار دي كاترسالة واضحة للجيش أن الشعب بيقدر الجيش ويجل الجيش ولما طلع اللوى الفنجاري عطى صحية للشهداء 85 ملون مصري حيوا لكن غير مقبول أن بعد خمسة أشهر أن الجيش التي يتحدث عن شراكة في الثورة وأنه محمى في الثورة لم يتاخذ إجراءات لصالح هذه الثورة كل الإجراءات جاءت من خلال القضاء إحنا وحضرتك تتذكر جيدا تصدينا لفكرة فكرة احتضان بعض المعتصمين في ميدان التحرير لقلة من الضباط المتمردين وقلنا الجيش هو العمود الأخير في الخيمة صح هو المؤسسة الوحيدة اللي بقية والثورة وسيلة والوطن غاية إلا جيش قلنا لا بشكل واضح بالضبط ننقد المجلس العسكري باعتباره المدير السياسي الإجاري للدولة في المرحلة المؤقتة لكن الجيش بتركيبه تدريبه فنياته وعلاقاته الاجتماعية وتسليحه دي مسألة ليس لنا علاقة بها إطلاقا ولا يجب صح برضو دي إشارة تانية كانت لصالحهم لم تفهم حتى هذه اللحظة طب أنا سيطر إزاي عن ناس وننكلم الناس ونقنحهم إزاي بأن المسألة تقف عند هذا الحد يبقى إحنا كده بنضل للناس القرار في إدمين من القائم مقام السلطة التنفيذية والتشريعية في الوقت الراهن هو المجلس العسكري فيش حاجة اسمها بديل ما بحكمش هو بيحكم وأصام شرف ده أنا عندي معلومات أنه لم يختر ولا وزير واحد في الوزارة وزير الداخلية رد عليه لأن مبارك كان حبيب العدلي منه لمبارك ما كانش بيمر من خلال نظيف الإطلاق يعني ممكن وزير الداخلية منه للجيش مش منه رئيس وزراء مباشرة إذا صح هذا التطريح وزير الداخلية طبعا إنت دكتور عصام لما أنت مفعول بك وأنا قلت للخبر قلت ده بعد تعيينه ب 15 يوم أنه مفعول به وليس فعلا إطلاق بينا من أولها إنت أخذ برحثك خلاص إنت يا راجل جاء لك ميدان التحرير الميدان دلوقتي بيقول لك ارحل روح لهذا الميدان الآن وضح موقفك وإذا ما كنت حقا قد قدمت استقالاتك أكثر بالمرة ورفضت ولماذا رفضت وما هي حقيقة ما سرب عن أنك طلبت تغيير صبع وزراء وتم رفض هذا القرار إذا كنت فعلا من الثورة ومنتمن لهذه الثورة فلتذهب إلى ميدان التحرير أو حتى تعلم في التلفزيون أو في أي شيء أنك أنت مستقيل للأسباب التالية وكان سهل جدا إنسان ما بيقول دكتور عماريا وستاذ جمال كان لهو جد في تقديم الاستقالة كان ينزل قدمها في ميدان التحرير مباح ويأخذ ساعتها شرعية جديدة أو تقبل الاستقالة هو لو نزل ميدان التحرير وصارح الجماهير كما وعد خلي بالك ساعة منصب وعد إذا لم أستطع أن أفي بما هو مطلوب سأعود إلى ميدان التحرير هو اللي حكم بكذا أنا أسأل الدكتور شرف هل تقتنع أنك أوفيت بالوعد هل تقتنع أنك أديت كل الاتزامات بحيث أنك حتى هذه اللحظة لم توفي بعدك لنزول ميدان التحرير مرة أخرى يعني بس هنا برضو في نقطة هنا يا دكتور لو سمحت يعني عشان أمور ما تخدناش يعني حاجات أنا مش جادر يعني عملية المحكمات يعني أنا مش جادر يعني أتصور فكرة المطالبة بالإصراع والإعدام طبعا دي حالة ثورية طبعا ما يقص عليها طبعا ولكن هنا لكي نرسي فعلا المبادئ ثورية حققية النظام السابق كان نظام يقصي كل معارضيه بكل الطرق وكل الصور ومحاكم عسكرية وقانون طوارئ لا يجب غلا نبغي بعد الثورة أن نتعامل أو نطالب بنفس الأدوات التي كان يتعامل معها النظام السابق بمعنى أنه مثلا يعني هنا سعالتك أنت بتكلم على هل تعمل أن تتقمع على المستشار رئيس محكمة السيناب بأن يفرغ الدول اللي تنظر؟ ده مطلوب بحيث أنه الإصراع يأتي إزاي؟ يأتي برضو في الشكل القانون أن يتفرغ قضية قتل الشهداء والفاسدين تبقى زي قتل عادية أو سرق عادية؟ لا ويأتي رقاضي مثلا أنه النهاردة مشغول يبقى شهران ثلاثة تأجيل لا ده يتفرغ وده هو تصح بحيث أنه لا لا يعمل في قضايا إلا هذه القضايا فهذا نوع من التسريح اللي مطلوبها بجتان اللي ما تجلش ويشفي غليل الجماهير هو إعلان المحكمات أن تكون على الأول وبعدين دي ليها أي مدخل بك ما تقولش قانون ومش قانون لا صدان حسين كان بيتعلن محكماته يعني لابد أن يكون هناك إعلان لا حتى الصورة يا أستاذ جمال لم يتم الاستجابة ليها صورة واحدة معتمدة تطلع من المجلس العسكرية ومجلس الوزراء سهل المبارك أو القمين قالك ده ضد مبادع حقول في آخر جلسات المحكمات قبل الشهداء ما يكفروا بكل شيء وينزلوا للشوارع أهالي الشهداء كان أهالي الشهداء غير ممكنين من دخول قاعات المحكمة يروح الصبح يلاقوا أهالي الضباط القتلة مسيطرين على طب أنا بس أقطعك بجزء صغير تأكد لنا للأسف للأسف الشديد أن سيدة اللواء منصور عيساوي قد قال ذلك وده بنعلنه على مسؤولية محطة مصر عاجل قد أعلن أنه هذا الكلام غير دستوري وهو الآن قال الكلام ده منذ حوالي ربع ساعة على قناة الحياة وده حقيقي وأكد أن ما يطلبه رئيس الوزراء غير دستوري ونحاول ناخد تأكيد من أي مصدر إعلامي من وزارة الداخلية والأدهى والأكثر أنه قد قال أن وزارة الداخلية قد توفيت إكلينيكيا يوم ثمانية دستوري إيه؟ ما دستور ساقط ودستور إيه؟ وبعدين بلاش دستور هذا الكلام معنى أن هذه مصرحية ساقطة وهزيلة يعني هم بيضحك علينا يعني عصام شرف يعني عصام شرف بيضحك علينا ولا إيه؟ يعني ما معناه مش هنفذ الكلام اللي جار عصام شرف قال له لا بقى دفال يسقط عصام شرف فاوضة ويستخيل عصام شرف وإلي يبقى مهيش ثورة ولن تكون هناك ثورة إلا إذا بقى وصلت الجماعير وتطبرت الثورة الجماعيرة على كل دول مش ممكن يكون الكلام ده من غير دستور طب الاعلان الدستور اللي إحنا بنحكم به اللي فيه 262 مادة بيعالج هذه القضية؟ لا مفهوش؟ أي حاجة متعلقة بهذه الحكاية؟ طيب إذا كان مفهاش وحتى لو كان فيه ما هو إحنا مشكلتنا إيه؟ إن أركان النظام السابق وضعوا حزمة من القوانين والتشريعات اللي تتحملها دلوقت القضاء بيحاكمهم بنفس النصوص التي وضعوها مش كده بياخدوا براء؟ ثورة إيه؟ وإيه الطريقة اللي بتكلم بيها وزير الداخلية؟ قولك ده كلام غير دستوري إن هو مصر أن الضباط القتل لا يزالوا على رأس عملهم؟ إن كنا بنتكلم على تجريب جورجي آآ ست اللي عندها 29 سنة كنت بتنتهي بالشيرة اللي جات أول قرار خدته إن هاخد من 18 ألف في المرور واحد في الداخلية في سنة طبعا لا على فكرة بعضهم من الناحية القانونية ممكن فصلوا بعضهم تغيب عن العمل بدون عزر ليس 14 يوم متصلة إن ده مهالهم شهور ما بيروحوش ومع ذلك يبقى عليهم ويتقاضون رواتبهم حتى هذه اللحظة هو مقصدش دستورية دكتور هو يقصد إن فصلة على غير القانون فهم ممكن يرفع دعاوة دي خصة برضو متغناش فليكن هذا لا أنا بسأل سؤال بس يرفع دعاوي والقضية لا بيش مشكلة لكن أنا يا أستاذ أقول لك حاجة أبسط مثال في العدالة يا أستاذ جمال لما أنت تبقى متهم في قضية ليه النيابة بتحبسك على زمة التحقيق لاستكمال للتحقيق وعشان ما تلعبش ما تتأثرش على سر العدالة بمصار التحقيق أنا دلوقتي ده لو أمتهم بقتل متظاهري وموجود في موقعه وبقى أنا أبقي على رأس عمله وأسخر له كافة إمكانيات جهاز الداخلية لتضليل العدالة يعني بحكم إزاي بحكم إزاي بحكم إزاي هذا كلام فارج لا أنا نفس أسأل سؤال من أين جاءت الجراءة لوزير الداخلية ومن الذي دفع على هذا أن يعلن هذا يعني وزير الداخلية هل وزير الداخلية في هذا التصريح يعلن إنه غير تابع للوزارة إنه وزارة منفصلة عن مجلس الوزارة يعني ده سؤال برضو يعني مش ممكن محمد منصور بيقول أستاذ معتزنا ضد استقالة عصام شرف لأنه لو كل واحد قدم استقالته كده الحكومة ستظل فاسدة وأنا برأيه ده محمد اللي بيقول منصور أنه يجب أن نقاوم حتى تمتلئ الحكومة بالأشخاص الصالحين ترد عليه تقول لي ماشي مقاوم طبعا يعني ما اختلفنا وهذا ليه تنقض مع ذاك يعني إذا كان حكومة عصام شرف لم تثبت أي شيء ولا علاقة لها بالصورة يبقى نقول استقالة إنما الاستقالة لا تلغي النظام طبعا وإحنا لسه عنا بتكلم الصورة إذا لم تنزل إلى رجل الشارع وعلى فكرة بالمناسبة أنا أيض كلام الدكتور في حاجة من الواضح عشان بس نتكلم بجأ والسادة المشاهدين من الواضح أن هذه الأليات التي نتبعها الآن لن تنجي الصورة ولن تحقق صورة ولكن من الواضح أن المجلس العسكري أو مجلس الوزراء ما فيش مجلس وزراء تقول المجلس العسكري لأن اليوم مجلس الوزراء كتب شهادة وفاته بالمناسبة صحيح المجلس العسكري من الواضح إنه مصر على خطة طريق المبارك وإنه لن يفعل شيئا إلا أن تتم انتخابات لمجل الشعب ومجل الشورى ثم رئي الجمهورية الله أعلم يقول السلام عليكم السلام عليكم ولكن يبقى الكرة في ملعب الجمهور زي ما قال الدكتور عمار هل يمكن أن ننجز انتخابات مجلس الشعب بحيث هذا المجلس يحقق صورة حقيقية ولا هندخل في عملية الزقطابات اللي بتخوفنا عشان كانا بصراحة شديدة يبقى انتهت الصورة ولم نلتف عليه بل سنسخد الصورة انتخابات مجلس الشعب القادمة هل ممكن ده يكون هدف في دمك حد الامل الوحيدة الان في ان تكون هناك صورة قادمة ان يكون مجلس الشعب يحقق الصورة هم ولكن انا شايف حتى هذه اللحظة عشان برد بجاناق ذاتي لكل السياسيون والنقبة هذه اللحظة يعني الدكتور بيقول انه عمل اجتماع واقنع وطلع قرار اني مظاهرة باسم الصورة وليس المطالب الاستخطابية انا بقول هذه الفكرة لابد ان تستمر بحيث ان ننجز جميعا كل القوى السياسية انتخابات تنتج مجلسا يبدأ صورة حقيقية ولكن لو بدأنا انتخابات بالاستخطابات دي انا اقول اسعدتك خلوا بالكم رموز الحزب الوطني لم تكن تحتاج في كثير من الرموز لم تكن تحتاج الحزب الوطني الحزب الوطني الذي كان يحتاج لهذه الرموز من خلال القابليات والعصبيات والطائفية والمال هذه الامور لن تتغير حتى هذه اللحظة وهؤلاء اركان الحزب الوطني ما زالوا في دوائرهم بنفس الاداء ونفس التواجد فاذا لم ننتبه لهذا الموضوع هيبقى مجل الشعب على الاقل فيه من هذه النماجد الكثير وكل ده يبقى على حساب الصورة دكتور عمار هنا خامساً قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطني وشباب الصورة طب عمال الشعر بيعلق على دي بقى بيقولك ايه كيف يتحدث السيد رئيس وزر مصر عن ايجاد آلية للحوار وهو لا يتحرك الا في وجود مظهرة واذا كانت الحكومة لا تتحرك الا عند الاعتصاب فكيف تتحدث عن الحوار طب طبعا حوار ايه ما هم تحاولوا شوف انا اقولك هو عمل زي ما قالك الأستاذ جمال غرفة في مجلس الوزر قالك للشباب الشباب الثورة ايه وانا كتبت مقال في المصر اليوم اسمه عصام شرف ونظرية البنبوني ايه كان هاي كان هاي كان هاي احمد شفيق اه اه جماعة في التقرير ولادنا الطيبين نبعطلهم بمبوني فالثورة اكبرت احمد شفيق على الرحيل مترك البنبوني العصام شرف عصام شرف انتاخذ بالك وزارة البنبوني ياخذ بمبوني والحزب الوطن ياخذ الوزارة تخبر حضرتك وعصام شرف يعمل مع هذا الوضع ويتواطع معه انه جزء منه هو حتى هذه الالية الخفيفة المستخفة بعقول الناس فكرة غرفة للشباب اه لم يتحملوها جالوا امر حسب معلوماتي من المجلس العسكري ايفي للوضع افعل اخذ بالحضرتك اي الية المجلس العسكري انا معلومات ان بيتحاور مع الناس كتير جدا من النخبة المصرية والنتيجة ولا شيء والنتيجة طيب الناس بتقدم اطروحات لكن بنفس طريقة مبارك قولوا ما شئتم ونفعلوا ما شئتم ونفعلوا ما شئ اخذ بالحضرتك لا هذا لا ما يتكلمنيش بعد ستة شهر حوار ايه الثورة تأمر كلام متناقض هنا بتكلم عن الية وفي الاخره يقول ايه شوف الكلمة الرهيبة الليلة في الاول والانا بطلبه بيها يقول فيها ايه كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات طب اذا كان الشعب هو صاحب السيادة الوحيدة هذا معناه ان هذا الشعب الذي قام بشرعية جعل الشرعية في يد الثورة الآن الثورة تقول للسيد عصام شرف انت استقيل خلي بيننا وبين صاحب السلطة الحقيقي تم تصدر ليه في الطريق وبتقوم بحملة علاقات عامة وتمارس الخديعة هذا كان سؤال الاخير للوقت انتهى فضل اي رأيك انا مع الاخ الزمين اللي تكلم ان الاستقالات اي رأيك لا تستخيل يا دكتور عصام شرف ولكن اسألك هل هذا البيان جاء باي سقف زمني لأي بند من البنون يعني اذا كان هناك اعتصام ماشي والاعتصام هناك مطالب بديهية السياسية للاعتصام ان يكون هناك بيان يقول ان هذه المطالب سيتم تنفيزها والسقف الزمني لكل مطالب كده وكده وكده واذا لم ينفذ هذه المطالب في سقفها الزمني سيعود الاعتصامات اكتر واكتر هل هناك سقف زمني واحد ولا كلام عايم في اقرب وقته باقرب فرصة وان شاء الله وقت انتهى ويبقى سؤال واحد عليه رد مختصر لو تكرمته السؤال مشترك وسأسمع الاجابة من حضرتكم يبدو والله اعلم ان خطاب شرف سيصل به الى مواصلة له حوار شفيق ولكن من يحتاج الشعب الان ليوجي له كلمة من القلب وبممتها الصراحة هل هذا وقت ان المشير من المشير تنطاوي يخرج على الشعب المصري ويقول بصريح العبارة اننا باقونا مؤقتا في هذه السلطة وسنسلمها للمدنيين عاقب انتخابات ستجرى في شهر كذا دماشي دي ما دي مأكد عليها يا دكتور عمار لا 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 المجلس عسكري مأكد عليها طول الوقت يعني لا اسم تختلف لا 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 بيأكد لا 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 بيأكد لا لا بيأكد لا لا بيأكد انا عايز ستطاب مباشر مباشر نمرة اثنين يصارحنا اذا كانت هناك ضغوط على المجلس على القوات المسلح من قبل اطراف اقليمية او دولية تمنع تقديم القاتل محمد حسني مبارك الى العدالة حتى الان بعد ان شهد عمر سليمان بانه مبارك اصدر اوامر صريحة بقتل المتظاهرين دي مسألتين لازم نصارحش المشير يوم احتفال الشرطة اكد احنا هنحمي صورتنا اذا كان انا اقول لك لا دول الخليج ولا الولايات المتحدة الامريكية عايزة الثورة المصرية تكتمل ويمكن المجلس بيتحمل ضغوط الشعب المصري اقوى من اي ضغوط احنا امريكا واسرائيل حمد مبارك 18 يوم احنا اسقطنا لان لا احد يقف امام الشعب اذا كانت هناك ضغوط تمارس الان على المجلس على قوات المسلحة يصارحنا بها ونحن سنقف الى جانبه ونتصدى لهذه الضغوط حتى نكمل الثورة دكتور عمار علي حسن بشكرك شكرا جزيلا هيستقول كلمة انا متفق مع هذا الكلام ولكن اقول هل هذا البيان وهذه التصريحات ستنتج ستنتج وتنجز ثورة الى ان يتم تسليم السلطة هذا هو دور الجماهير ودور الثورة حقيقة سيد جمال اسعد بشكرك شكرا جزيلا باختم من ابراهيم محمد بيقول عصام شرف كبش فداء للمجلس العسكري واحنا بنقول لسيادة المشير انه اذا كان قد قام بدوره كاملا ويرى ذلك في الفترة السابقة فنحن نقدر كل ذلك ولكن ما فات قد فات وحماية الثورة الحقيقية او الثورة الحقيقية لا تحتاج للحماية الحقيقية اكثر مما تحتاج اليه الان فالان تعني الان وليس غدا الكلمة سمعناها ولكن نريد ان نسمحها من قلب مصري صميم وانت قد اضعتك الاخدار في هذه المكانة فلتخرج ولتعلن ماذا ستفعل لان عصام شرف يبدو والله اعلم قد فقد باقي الرصيد وهو اصلا لم يكن فيه الكثير انتهت حلقة اليوم من محطة مصر غدا حلقة جديدة والسثنائية من الاسكندرية حتى حين هذا الموعد خليكم كلكم فاكرين محطة مصر تفضل بمشيئة الله سكتنا ليكم الى اللقاء